طيب خلنينا نبتدي دلوقتي في واحد من اشهر الاسئلة اللي هتبقى موجودة في اي انترفيو ايا كان الانترفيو ده ايه مش معنى باش مهندسها لانه ببساطة شديدة مفيش انترفيو جوبا سكريبت مش هتتساءلوا فيه عن كونسبت الاو او بي اللي هو الوبجيكت اوريانتد بروكرامي احنا في الفيديو ده هتبتدي بس نتكلم عن الاسئلة اللي بتيجي في الانترفيو ان شاء الله ان شاء الله اخر الفترة جاية هنزل بلاي لست مختلفة بلاي لست منفصلة اللي هي علاقة بال او او بي في الجوفا سكريبت بس وحنبتدي بقى نشرح كل حاجة بالتفصيل المومن بس السكوب بتاع الفيديو ده ان احنا هنتكلم في اسئلة الانترفيو اللي ليه علاقة بال او او بي في الجوفا سكريبت طيب السؤال هنا بيقول ايه انا محتاج اعمل ديزاين دي كلاس اف امجلوي واتشي تيكس بياخد الاي دي والنيم الراجل الكبارة ده بياخد الاي دي بتاع الامبلوين وبياخد النام بتاع الامبلوين وانا بعمل كونستراكشن للكلاس يعني ايه يعني وانا بكرية الكلاس محتاج ابعط له حاجتين الاي دي والنيم وفي نفس الوقت هيبقى عنده برو بيرتي اسمها سالري خلي بالك هنا هو فاصل حاجتين فاصل الحاجة اللي هتتحط في الكلاس وانت بتكرية الكلاس وانت بتعمل الابجيكت اللي هتكرية من الكلاس وفاصل حاجة تانية خالص اسمها سالري برو بيرتي طيب حاول توقف الفيديو كده وبتدي فكر عشان تعمل حاجة زي كده هتعملها ازاي طيب زي ما بصيته او زي ما فكرتو انا الراجل الكبار ده حاجة هعمل هنا كلاس هسميه امبلوين الستاندر بتاعنا ان اسم الكلاس او الحرف يبقى كابتة اهو الراجل ده بقولك وانت بتعمل كونستراكت للكلاس محتاج تاخد الاي دي او يحتاج تاخد النيم ويقولها على عيني وراسي بعد كده هقول له ان زيس ضط اللي الاي دي هيقوى لل اي دي اللي جايلي وانزيس ضط النام هيقوى للنام اللي جايلي طب الفكرة في ايه? الراجل ده بيقول لك وانا بعمل لازم ابعط الاي دي والنيم. طب بفرض الراجل ده مبعطش ولا الاي دي ولا بعت النيم. المفروض انا هندل حاجة زي كده. يعني دي التركات بقى اللي انا اخد بالي منها. يعني ايه? يعني المفروض اجي هنا اعمل اف كوندشن. لو مفيش اي دي او مفيش النيم. الراجل الكبارة ده هيعمل ايه? هيثرو نيو ايرور كده. ايه نيو ايرور ده حاجة موجودة جواه لجوا سكريبت. هاثرو ايرور ان اقول له ايه? ان الاي دي and the name is required. ان الحاجات دي required رازم دخلة. يبقى انا دلوقتي عملت كلاس. الكلاس ده اسمه امبلوي. الكلاس ده وانا باخد object من الامبلوي ده لازم يبعط الاي دي والنيم. فاخد الاي دي هحطه في البروبرت بتاعت الاي دي. واخد النيم هحطه في البروبرت بتاعت النيم. بس لقيت نفس ان هو لازم يبعت الاي دول. فلاقيت نفس ان انا لازم اعمل هنا ايه? كل الكلام ان انتو قلتينه ده زي الفن. طيب. احنا دلوقتي خلصنا اول جزء من السؤال. تاني جزء من السؤال بيقول لك ايه؟ الراجل ده عنده بروبرت اسمها salary. طب انا البروبرت اسمها ساله دي هادخلها ازاي? قالك عشان ادخلها لازم اعمل حاجة اسمها public method. او اعمل حاجة اسمها public API. هو ايه اللي جاب ال API هندسة دلوقتي في القلاس. قالك لا ما هو. concept ال API اللي انا بتكلم فيه ده مالوش علاقة بال APIs اللي هي بتكلم الفرنط مع الباك. مال ايه? قالك concept ال public API هي نفس concept ال public method. ان انا هعمل لك method. الميثود دي هي اللي هتset property وتجد property. يعني ايه? يعني احنا عندنا في القلاس فيه concept مهم جدا اسمه sitter and the getters. مش فاهم هنا ميثود اسمها set salary. بتاخد الفاليو بتاعت السالري. وكل اللي هي بتعمله هنا. هقوله ان زيس دوت سالري. صور معيش. هي اقوال الفاليو اللي جايال. طيب. وبعدين هعمل ميثود تاني اسمها get salary. اخدين بالكم من مسميات الميثود بتاعتي. مش بعمل اكس و واي. مش بعمل بلح. مش بعمل الكلام ده كله. لأ. الرجل الكبارة ده هي return. مين زيس دوت سالري. خلي بالكم من حاجة. انا هنا علشان اكسس السالري دي. سواء ان انا هحط فيها فاليو. ان انا هجيب فيها فاليو. حطر اللي انا اكلم ال set salary والجيت سالري. ال set والجيت دول هما بالنسبة لنا اللي بنسميهم البابليك مسوز بتاعتي. وممكن برضو نروع على حالنا كده في الانترفيو. نقول له ايه? ممكن برضو قوله انه هيبقى عندي حاجة اسمها جيت اي دي. كل اللي هي بتعمله مسوز اللي جيت اي ده. بتعمل بتعمل من الزيس ضبط ال اي دي. وهيبقى برضو عندي مسوز تانية اسمها جيت نيم. كل اللي هي هتعمله هتعمل ايه? هتريترن مين زيس ضبط نيم. طب ايه الفايدة? قال لك والله الفايدة عشان انت لو عايز تجيب حاجة بس معينة بعينها هتكلم ال ايه? المسوز دي ضالب. طيب. يبقى انا دل كاريت الكلاس. وانا بكون استراكت الكلاس. حيبقى فيه اي دي ونيم. لو الاتنين مش موجودين هيسروا ارور. بعد كده ان الرجل الكبارة ده بسيت الاي دي كده والنيم كده. بعد كده عملنا السيلر بتاعنا. الفايدة او الاختلاف عندي هنا ان السيلر يعنده حاجة اسمها سيت سيلر. طب. عايزة بقى شغل الدنيا الكبارة دي. حاجة اعمل كونستنت. امبلوي. هي اقوى. نيو من الكلاس اللي اسمه امبلوي. الرجل ده مستني مني حاجتين زي ما ايه. مستني مني الاي دي. مستني مني النام. حدينه مسلا اي دي واحد. والنام ادينو. طب. خلينا نعمل سيلر دلوقتي. حال. وبعد كده تعالوا مسلا نمسك ال امبلوي ده. اللي احنا كتبينه غلط ده. امبلوي. اهو. ايه رأيكم لو انا جيت بقى عملت حاجة اسمها سيت سيلر. وتعالوا مسلا سيت سيلر بالف مسلا. طيب. تعالوا بعد كده هنا نعمل الفرش. وتعالوا مسلا في الكنسول هنا نروح ندور عن امبلوي. احنا قرد ما عرفين اهو. قال لك والله الامبلوي ده من كلاس اسمه امبلوي. ادى الاي دي بتاع واحد. ادى النام بتاعه نور. ادى الاسترى بتاعه الف. لو انا مسكت مسلا الامبلوي ده. وقلت له مثلا تعالوا هاتلي جيت ولياكو النام او الاي دي. فراح كده جابل الاي دي اهو فعلا. ولو برضو قلت له امبلوي دلوقتي دوت. هاتلي النام. فالرجل الكبارة ده برضو حيجيب ايه? النام. فانا كده كاريت الكلاس بتاعي. وبعد ما كاريت الكلاس بتاعي عملت الكونستراكتور بياخد الاي دي وبياخد النام. وبعد كده الراجل الكبارة ده جيه هنا قلت له والله انا اه اه حطيت الجيت اي دي وحطيت السيت اي دي وحطيت السيت سالاري والجيت سالاري. طيب تعالوا قلوكم حاجة حلول. ايه رأيكم نجرب من غير ما بعت حاجة. يعني تعالوا كده. من غير ما بعت حاجة خلص اهو. او يا سيدي حقول لك حاجة ابعت الاي دي ومتبعتش النام. تعالوا كده اعمل ناحية التانية اللي حصل. قالك الاي دي طلعت منين? دي طلعت من الحتة اللي احنا عمينا فوق دي. من الحتة اللي احنا هندلناها فوق دي. وكده انا فعلا مسكت كل جزء صغير موجود في السؤال اللي اتسألنا. وهندلناه. ان احنا قلت له فعلا هو محتاج ايه بعد الاي دي والنيم. طيب افرد انا مبعتش الاي دي. طيب افرد انا مبعتش النيم. فانا كده هندلت كل حاجة. حلو جدا. تعالوا بقى رجع كل الكلام ده كده صحي تاني زي ما احنا كنا عاملين. اهو. وتعالا سيت السالري. وتعالا هنا. هتلاقي الرجل الكبارة كده لو انا رحت لديتها على الامبلوية. هتلاقي ايه كل حاجة انها زهرا عندنا. احنا كده عدينا اول سؤال موجود عندنا. طيب تعالي السؤال ممكن يكون موجود عندنا عامل ازاي? قالت بص يا سيدتي. تعالي السؤال ممكن يكون موجود عندنا. هيبقى عايز كده. ايه هندسة ده؟ بقولك انا عايز ادزاين الكلص للمانجر. المانجر ده اصلا هو واردي امبلوي بك يصبح ما عايز يكا سيكا كده بقولك انا عايز اعمل ايه عايز اعمل كلاص للمانجر بس خلي مالك المانجر ده اصلا امبلوي والامبلوي ده عنده برو بيرتي اسمها دي بارتبنت ما قلكش هنا وانت بتكرت المانجر هيبقى فيه في بتاعه دي بارتبنت لا ما قالش كده انا حاجي هنا الراجل ده محتاج يعرف هل انت عارف كونسبت التوريس ولا لا يعني هقوله هنا كلاس اسمه ايه مانجر بي اكس تنت من مين يا هندستنا من الامبلوي اهو هل انا هنا محتاجي اعمل كونستركتور قالك لا مش بحتاج ليه لانه الراجل ده مش طالب منا حاجة في كونستركتور امال انا حامل ايه هندسة ولا ايه حاجة انا حامل هنا ست دي بارتبنت وحتاخد الفاليو بتاعتي اهل وكل اللي هتعمله هتقوله ان زيس دوت دي بارتبنت هتاقل الفاليو اللي جايالي وهعمل هنا حاجة اسمها جت دي بارتبنت ممكن ناخد دي كده كوب بست اهل والراجل الكبارة ده كل اللي هو بيعمله بيريترن مين ان الزيس دوت دي بارتبنت اهو طب معلش هو انت ليه عملت كده ما هو انا عملت كده لان الراجل ده مطلبش مني في الكونستركتور بتاعي انه هو يكون فيه حاجة اسمها دي بارتبنت يبقى انا مش بحتاج يعمل كده طيب طب وبعدين هندستنا هنعمل ايه قالك بص بس ايه ولا ايه حاجة انت دلوقتي هنروح نكاريت من المانجر المانجر موجود عندي يعني ايه يعني دلوقتي حاجة هنا قل له بص يا سيد دي الحاجة بتاعتنا موجودة زي ما هي ايه حاجة اقول له كونستنت منيجر حي ايه اكوال نيو من مين من المانجر بس انا محتاجة بعت مين بقى انا محتاجة بعت البصه وراجل الكبارة يقول لك محتاجة بعت الاي دي محتاجة بعت النيم دول بتاع مين دول بتاع الامبلوي لان انا ورسل حاجات دي من الامبلوي والامبلوي محتاج الحاجات دي الا خلاص هبعت لي انا مسلا اي دي تنين والنين بتاعي محمد اهو طب وبعدين هندستنا قالك ولا اي حاجة تعال كده نسيف الروح الناحة التانية اكتب لي هنا مانجر اهي طب ايه راك لو انا المانجر ده مساكت اهو مانجر قلت له دوت ست بروبيرت او دي بارسور دي بارتبنت اهي محددينه مسلا دي بارتبنت هنا ايه اي حاجة اهو اي حاجة والتاكت انتر هاتلي بقى المانجر ده تانية صديقي قاعد المانجر ده تانية اهو الراجل ده طلع لك مين طلع لي الاي دي وطلع لي النيم وطلع لي دي بارتبنت يبقى انا هنا السؤال بتاعك هم من شق لشقين اول سؤال كان قريدي فيه تركتين التركية الاولانية ان الراجل ده محتاج اي دي ونيم بس في حالة الكنستراكت بس وانا بعمل الكنستراكتشن بتاعي اللي هو الكنستراكتور فانشن ومحتاج بروبيرت اسمها سالري فانا جيت هنا عملت وانا بعمل الكنستراكتور ببعت ال اي دي و النيم وبعد كده عملت الكنسبت الستر والجتر علشان يفى من انا فهمة ان فيه عندينا حاجة اسمها بابلي كمسو دي استخدمها بعد كده اخدنا انستنت منها اهي عن طريق النيو خدنا نسخة منها عن طريق النيو وبعد تفعل ال اي دي وانيو وبعد كده حطت السلام جي سألني سؤال بعد كده ان انا عايز كلاس تاني للمانجر بس خلي بالك المانجر ده اصلا قريدي امبلوية فهنا كان عايز يعرف هل انا عارف كونسبت الاكستند ولا لأ فانا جيت انا قلت سنت بارتمين عشان عارف ان دي السطر بتاع البورو بيرتي اللي اسمها دي بارتمين اتمنى يكون فيديو عجبكم ضمتم سالمين